وفيما يتعلق بتطورات ملف سد النهضة جدد الرئيس السيسي تأكيد على أهمية التعاون المشترك بين كافة دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض كما شدد رئيس السيسي على رفض مصر لأي إجراءات أحدية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب فقد تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة وعدتوا التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين كافة دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض ورفض مصر لأي إجراءات أحدية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب لا سيما تلك التي تعتمد على هذا النهر كرافض أوحد للحياة والتنمية وأكدت كذلك على ضرورة توصل الاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما عز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن ترجمة نانسي قنقر